ويأتي هذا التكريم نتيجة حتمية لجهود البحرين في ارتقاء بالعنصر البشري والاستثمار في الموارد البشرية ودعمها دائم لرواد الأعمال كما يأتي التكريم عرفانا دوليا بريادة البحرين في تمكين المرأة والشباب المرأة والشباب ملفان يحطيان دائما برعاية كريبة من لدن الحكومة الرشيدة والتي بدورها سخرت كل إمكانياتها لتمكين المرأة البحرينية وترسيخ هذه الثقافة في المجتمع من جهة أما الجهة الأخرى كانت تتبثل في دعم فئة الشباب مملكة البحرين تؤمن بأن دور المرأة البحرينية هو الوجه الآخر للمجتمع وأنها قد استطاعت أن تكمل دائرة التنمية بإنجازاتها التي حققتها في كافة المجالات لذا فقد وضعت البرامج والسياسات التي تمكن المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا حتى استطاعت المرأة البحرينية اليوم أن تكون الرقم الصعب في مجتمعها وأن تعتلي منصات المحافلة المحلية والعربية والعالمية لتبرز إنجازاتها التي استطاعت أن تحققها وعلى صعيد دعم فئة الشباب جعلت الحكومة الرشيدة الاستثمار في الشباب ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي حددتها الأمم المتحدة حيث تم إشراك الشباب في عملية التنمية بالمملكة وتحقيق نقاط التنمية المستدامة الأممية لذا عملت على تمكين الشباب من خلال تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز قدرتهم على المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مملكة البحرين ومن خلال خطواتها تجاه تمكين المرأة والشباب قامت بإرسال رسالة واضحة إلى العالم بأن هذه الاستراتيجية تحتل أولوية قسوة في تحريك العملية التنموية كونها تتواجد بصورة واضحة في صلب جدول أعمال التنمية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين